بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا سنة ربعة عاملين ايه يا ربو كلكوا تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنشرح لسنتو في يونة ايت من كتاب بيت بايبت هنشرح الدرس التاني في الوحدة التامنة من كتاب بيت بايبت وقبل ما نبدأ بتنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلوكو كل جديد اسم القناة على اليوتيوب الانجليز وجماله بنزل عليها كل الفيديوهات بالترتيب من كتاب المعاصر وكتاب بيت بايبت وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة انجليزة من الصفر ونبدأ ارطل في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاني في عنوان ابيم ابيم يعني قصيدة ابيم يعني قصيدة الرحلة تريب عدد نهاية الاسبوع دميات دميتة عميق ديب اختبوت اكتباس جميل ابراء وجبة صحي طعام التحليه ديزيرت زبادي مجمد نوع من التحليه فروزن يوغارد قصيدة بويم شهر سبتمبر 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 قنديل البحر جلي فش جلي فش فيديو فيديو فيلم موفي موفي ملح صولت فضيعة وسيء جدا غربل اختبار تست مبتال ويت بعد كده عندنا ريجولر فيربس أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة هنبدأ بي ريجولر فيربس الأفعال المنتظمة يتذكر ريميمبر 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 يستخدم يوز 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 يقول له مذاق تيست 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 تمتر رين 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 يست تيست 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 سنجي سنج سنجي سنج يشعر في الفلت في الفلت ينسى فورجت 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 يعطي جيف 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 يشتري باي بوت باي بوت يرمي ثرو ثريو ثريو بعد كده يقطع قط 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 يكتب ريت روت يطير فلاي فلو فلاي فلو بعد كده تعبيرات حروف جرهمة كان ذلك ممتع It was fun It was fun يمرد فيل سك فيل سك بجوار البحر باي ذا سي باي ذا سي كسير من السمك لطس او فش لطس او فش يشعر بالتعب فيل طايرد فيل طايرد يذهب للنوم جوتو بيد جوتو بيد يوم لا ينسى a day to remember a day to remember يشعر بالسعادة فيل هابي فيل هابي للتحلية فور ديزيرت فور ديزيرت بدلا من انستيد اوف انستيد اوف بعد كده استضي ذا فولوينج ادرس العادي ذاهبنا في عطلة الاسبوع الماضي الى دمياط last weekend we went to the meter سبحنا في الماء we swam in the water رأينا الكسير من الاسماك we saw lots of fish استادة جدي سمكة grand paw coat of fish تناولنا الوجبة وتناولنا طعام تحلية صحي we ate the meal and had a healthy ديزيرت رأينا بعض الصور القديمة وغنينا اغنية we saw some old photos and sang a song شعرنا بالسعادة we felt happy we felt happy كان يوم لا ينسى it was a day to remember it was a day to remember بعد كده language notes ملاحظات لغوية عندنا two ليها معنايين ايضا او جدا ام تبقى معناها ايضا وام تبقى معناها جدا two معناها ايضا لو ربطت بين جملتين مسبتتين وبتأتي في نهاية الجملة التانية two بمعنى ايضا لو ربطت بين جملتين مسبتتين وبتأتي في نهاية الجملة زي كده الجملة بتقول we saw lots of fish and an octopos two نحن رأينا الكثير من السمك واخطبوط ايضا يبقى كده بنضيف كلام لما سبق بنضيف كلام لما سبق بنقول ايضا يبقى كده الجملة القولة مسبتة والتانية مسبتة two ربطت بين الجملتين المسبتتين وهنا طبعا two جت في النهاية بعد كده two معناها جدا بدرجة زائدة عن الحد لو اتت قبل الصفات يبقى two معناها جدا لو جت قبل الصفات هنا الجملة بتقول that day was too long يعني اليوم كان طويل جدا يبقى هنا كده معناها جدا علشان اتت قبل الصفة الصفة هنا long بمعنى طويل يبقى two معناها ايضا لو ربطت بين الجملتين وصفتتين وبتأتي في نهاية الجملة التانية معناها جدا لو اتت قبل الصفات طبعا بدرجة زائدة عن الحد يعني جدا بدرجة زائدة عن الحد لا يمكن تحملوها بعد كده هنقرأ الدرس بانوان a poem يعني قصيدة بانوان our trip to the sea يعني رحلتنا الى البحر last weekend بالعرب الاول علشان تفهمه بالعرب الاول بعد كده بالانجلش البلد بيقول ذهبنا في عطلة القصفة الماضي الى دميات لرؤية جدتي وجدي وهم يعيشان بجوار البحر سبحنا في الماء والذي كان عميق وازرق هما كده بيتكلم عن ماء البحر والذي كان عميق وازرق اللون رأينا الكثير من الاسماك ورأينا اختبوت ايضا last weekend we went to damita to saw a grand ma and a grand pa who lived by the sea we swam in the water which was deep and blue we saw lots of fish and an octopus too بعد كده اصطاد جد سمكة قامت جدتي بطهوها الى وجبة رائعة يعني طهت السمكة الى وجبة رائعة عملت منها وجبة تناولنا الوجبة وتناولنا طعام تحليق صحي مكون من موز وتفاح وزبادي مجمد grand pa caught a fish which grand ma made into a lovely dish we ate the meal and had healthy dessert bananas apples and frozen yogurt رأينا بعض الصور القديمة وغنينا اغنية لكن الوقت كان قصير واليوم لم يكن طويل شعرنا بالسعادة كان يوم لا ينسى سوف نذهب مرة اخرى قريبا في اوائل شهر سبتمبر we saw some old photos and sang a song but ولكن time was short الوقت كان قصير the day wasn't too long اليوم ما كانش طويل we felt happy شعرنا بالسعادة it was a day to remember we will go again soon early سبتمبر يعني كان يوم لا ينسى سوف نذهب مرة اخرى قريبا في اوائل شهر سبتمبر وبكده حبيبا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنحل في الاسئلة لشان ما طولش عليكم اكتر من كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة